اصلاح الذي تم في اطار تدبير المديونية وهو ان الاصلاحات الهيكلية التي اتخذت من بعد الفين بدءا من سنة الفين وثمانتاش الفين وثناش الى الان مكنت من التحكم في نسبة المديونية ومن غير منصف ان لا يقع التوقف عند المعطيات المرتبطة بنسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام لبلدنا طيلة العشر سنوات الاخيرة بمعنى الفين وتسعود الفين وثمانتاش لماذا اولا لان حجم او نسبة المديونية بغد النظر عن حجمها لان التقدير الفعلي يرتبط بالنسبة نسبة المديونية من دين الخزينة من ناتج الداخلي الخام هذه النسبة في الفين وتسعود كم كانت كانت حدود سرعين في المائة الفين وثناش اصبحت في حدود تمانية وخمسين في المائة يعني الوضعية اللي قبل ما تنطلق الاصلاحات تمانية وخمسين في المائة في الفين وثناش علش ننتقلنا من من سرعين الى تمانية وخمسين يعني هذه رزيادة ديال اتناش النقطة احد الاسباب الرئيسية وهو الكلفة ديال تغطية اسعار المحروقات عبر صندوق المقاصة صندوق المقاصة في سنة الفين والا اتناش السهلك ما يناهي ستخمسين مليار درهم العشرات المليار ديال الدرهم تساوي نقطة في النتيج الداخلي الخام ولهذا نسبة العجز كانت انادك في حدود سبعة فاصيلة جوج في المائة مع احتساب المداخل ديال الخوصصة ترجمة نانسي قنقر